هلو فانس اف كفتا بيرجر اليوم سأشارك معكم كفتا بيرجر بطاطس بطاطس ازايكم و كيف انكم يمتبعيني على قناة حديث الأره الخديث النهاردة هعملكم كفتا بيرجر مع حلقات البطاطس بالصلصة الحمرة للصالصة الحمرة انا سأستعمل 1 كيلو جرام للوصفة دي انا هستعمل كيلو من اللحم المفرومة العجالي انا سأستعمل 1 small tomato 1 small bunch of parsley 2 cloves of garlic 1 red onion 1 small bunch of coriander and a slice of yellow pepper هستعمل برضو طمط ماية صغيرة كبشة صغيرة من البقدونس بصلة حمرة 2 فصة طوم كبشة صغيرة من الكسبرة وشريحة من الفلفل الاصفر انا سأستعمل نصف كوبية من الروز المصري انا سأستعمل 1 tablespoon of black pepper 1 tablespoon of salt 1 tablespoon of paprika 1 tablespoon of coriander للبهرات هستعمل ملعة كبيرة من الكلف الاسود ملعة كبيرة من الملح ملعة كبيرة من التابريكة و ملعة كبيرة من الفصدرة 2 tablespoon of prime bread crumbs انا برضو هستعمل ملعتين كبار من القرقوش النام ملعة كبيرة من الملعة انا سأستعمل انا في الأول هغسل الروز وحصفيه من الماء بطاعته انا سأخذهم في الخلاط الكهرباء الصغير حضيف كل الخضروات مع البهارات الجابهة لحد ما يختلطوا يكون نعمين مع بعض 2 tablespoon of prime bread crumbs to the minced meat انا حضيف الملعبين الصغار بتحت القرقوش النام للحمة هذه هي ملعة جدا و يمكنك تصدقها قبل الوقت بطاعته بطاعته حتى تصدق الملعبين و اضعهم للمعبين الصغير دي وصفة سهلة جدا كل اللي هتعمليها هتضرب يخضروات كلها مع بعض لحد ما ينعموا بعد كده اضيفهم للحمة ثم اضع الانضيفة 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 للمعبين الصغير ثم ابدأ ملعبين بعد كده هضيف الرز المخصول والمنشف للحمة و هقلب لحد ما اخترتوا كلهم مع بعض بعد ما اتأكد كل اللحمة اختلطت مع روز والخضار هضيف ملعة كبيرة و نص من السمن او ممكن تستعملي ازاي بعد ما اتأكد اترك الكفتة لتصدق المخصول بطاعته بعد ما خلصت الكفتة حقيتها في الدلاجة تبرد لمدة ساعتين قبل ما ادورها و اضطفها و اعملها بيرجر ببساطة حتشيلي كورا متوسط للحجم و هتضط بيها تعمليها منظر البرجر بالمطقة كما ستبلغ بصدق المخصوص فقط اضطلط مطلق المخصوص و اذا ستبقل إمثرت للصدصة الحمرة انا سأضيف علبة كاملة تحت المخصوص بعمل المخصوص و أضربها في الخلاط الكهربائي لحد الثمين عمو اضطلط اضطلط مخصص في المخصوص بمخصوص انا برضو هستعمل ملعقة كبيرة من الصدصة الحمرة For the dry spices, I have 1 teaspoon of salt, 1 teaspoon of black pepper, 1 teaspoon of paprika, and 1 teaspoon of coriander. للبحارات, أنا حستعمل ملعقة صغيرة من الملح, ملعقة صغيرة من الفلفل, ملعقة صغيرة من البابريكا و ملعقة صغيرة من الكذبرة. I will top it up with water using the tin of the plum tomatoes. أنا حضيف لا مية وحستعمل الوعاء بتاع الطماطن. I will just use the hand mixer and pulse it until it is a smooth sauce. أنا حستعمل المضرب الكهربائي لحدث متنعم معاي الصلصة. Here I have already sliced 5 large potatoes into 2 cm thick. هنا أنا قطحت 5 بطلصات قبار الحجم لحلقات وحجمهم 2 cm. I will add 1 tablespoon of butter ghee to the frying pan and sprinkle the potatoes with half a teaspoon of salt and half a teaspoon of pepper. حضيف ملعقة كبيرة بتعزمنا للطوة للتحمير وحارش البطاطس بنصف ملعقة ملح ونصف ملعقة الفلفل. I will just fry the potatoes until they reach a golden color and then remove them from the pan. أنا في الأول حامر البطاطس لحايتم يبغلونهم أحمر بعد إذا حطلحهم من الطوة. The reason for frying the potatoes before placing them into the casserole, they will hold their shape and they wouldn't fall apart. علشان البطاطس تستحمل سخون للطاج ومتلوبش معايا أنا بحمرها في الأول. Now in the same frying pan, I will fry the burgers on both sides and fill golden color. أنا بعد كده هحمل البرگر في نفس الطوة الحجة ما ياخد اللون الدهب البني. Now I will display and place all the burgers alongside with the potatoes in my circular pan. بعد تحمير البطاطس والبرگر حتى ديحرصهم في الحلة الغويطة بتحت المدورة على شكل الحلقة. Now in the same pan, while it's hot and with the juices of all the burgers, I will add the tomato sauce and let it boil before pouring it into the kofta rings. في نفس الطوة أنا حمرت فيها الكفتة بيرجرس حضيف الطماطو سوس وحخليه يغلي قبل ما أضيفه للحلة. وهدخلوا الفورن بعد كده. After pouring the hot tomato sauce into the kofta and potato rings, I will cover the pan with a piece of foil and cook it again in a preheated fan oven of 180 Celsius for another half an hour. بعد ما أكوب الصلصة السخنة للبطاطس والكفتة بيرجرس حغطي الحلة بالفويل وحخليه يسبك في الفورن على درجة حرار 180 Celsius لمدة نصف ساعة. Now you can see the kofta birger and the potato rings casserole is ready to be served and the deep color of the sauce is so amazing. زي ما شايفين هنا الكفتة البيرجر مع البطاطس الحلقات والصلصة المسبقة ريحتهم فايحة أما بقى الطعم رهيب جدا. Thank you very much for watching this video. For more Sudanese, Egyptian, African or any international recipes, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Gift of food and baking until I see you with the next recipe. Bye bye. شكرا كتير جدا لمشاهدة هذا الفيديو لوصفات سودانية، مصرية، أفريقية أو عالمية. الرجاء أن تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب لقناتي هدية الأكل والخبيث حتى ألقاكم في وصفة جديدة. يلا مع السلامة. شكرا للمشاهدة